السيادة النائب أنت نائب عن فئة من الشعب اللبناني رئيس المجلس الشورى البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يقول مرة أخرى الركيزة الأساسية للشعب اللبناني هي المرشد والشعب الإيراني أولا كيف تقرأ هذا التصريح وكيف يمكن الخلاص من هذه الوصاية إن كان ما قصده الرجل مباشرا أنا كنت أتمنى لا يقرأ دستورنا لأنه عم يقول أنه هو حابب يساعد لبنان وأنه يساعد الشعب اللبناني مقدمته الدستور بتقول لبنان وطن سيء حر مستقل لبنان عربي الهوية والانتماء يعني بده ما يأخذنا رئيس مجلس النواب أهدو نسخة سيادة النائب هو بده يطبئ أولاة الفقرية يا سيادة النائب أهدو نسخة من الدستور والله أنا عم فكر يعني بيني بينك نبعد له نسخة لأنه بصراحة هذه مقدمة الدستور من لما لبنان أخذ استقلاله يعني بيعتذر أنه اسمع هيك كلام لأنه في عملية استخفاف بالشعب اللبناني بس ترجع بتقول بالمقابل لماذا يتجرأ هو ووزير خارجيته تاريء هالكلام لأنه عنا حكومة مبدئيا هي ناطق رسمي باسم حزب الله وهي أجت بأصوات حزب الله وأعطيت الثقة لها بأصوات حزب الله والمشاركين فيها من حلفاء حزب الله ونحن بمجلس سواب لم نعطيها الثقة ونحن رفضين كل ما هو مضمونة والطرية اللي عم تتصرف فيها طيب كذلك يعني باعتبارك أتيت على ما تحدث به القلباف يقول الإيرانيون دوما أن حزب الله وأن سلاحه كذلك هو جزء من البيانة الوزاري سيادة سنائب يعني هو أمر مشرعا وقانوني الشعب المقاومة الجيش سيد كلامك كلامك صح هذا ما تم الاتفاق عليه بعد الانقلاب الذي وعملية احتلال بيروت اللي عمله حزب الله بالألفين وثماني وذهبنا إلى الدوحة وتم هناك عملية تثبيت هذا الاحتلال اللي عمله لبيروت بمنظومة بالبيانة الوزارية اللي صدر بعد ما رحنا على الدوحة اللي هي الشعب والجيش والمقاومة وكلامك صح كل الحكومات اللي قتت بعد الالفين وثماني جاءت على ذكر هذا الموضوع مما فيها حكومة نجيم المقاطي اللي استقالت بس بعد ما استقالت لم نعطيها الثقة لكن البيانة الوزارية اللي يدعون أنه موجود هو مبداية ما في ثقة من هالمجلس نواب وحكومة الرئيس مقاطي حكومة تصريف الأعمال لكن فعليا هي تصرف أعمال على وليس هناك من بيان وزاري بأنا بتمنى على الكل اللي بدي يعيشه بالماضي ويستعملوا التاريخ يكونوا دائهئين بعملية نقل هذه الصورة طيب مسألة الدورة الذي قامت به الحكومة حكومة تصريف الأعمال برئاسة السيد نجيب مقاطي من خلال جردة حساب سريعة سيادة النعب هل استطاعت أن تفعل شيء أمام الموسا لاحظتموه أنتم منذ الحرب على لبنان أول شيء ما قبل الحرب على لبنان من وقت الانهيار المالي لليوم ما عملوا شيء بالنسبة لعملية الحرب على لبنان نحن نتذكر أنه مباشرة بعد سبعة أكتوبر وبعد ما أعلنت حزب الله بثماني أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين أنه لحيعملوا حرب مساندي ومشاركة ودعم للفلسطينيين تتذكر وقتها لما سئل رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب مقاطي شو ليف وين هو قرار السلم والحرب بالحكومة أجاب أنه الأرار الحرب والسلم مش بإيدنا وإذا منتطلع فعليا لم يتغير خطاب الرئيس مقاطي إلا بعد اختيال الأمين العام حزب الله وبلش طالب بوقف الحرب وتنفيذ القراءة لأن حزب الله صف عامي طالب بعملية وقف الحرب لأنه وضحت أن هذه الحرب صف ما قدر يحمل حزب الله بالداخل